اثنى صباحا الحادية عشرة بتوقيت جرانيتش مجاز اغباري جديد يأتيكم من القاهرة اهلا بكم عقد رئيس الوزراء مصطفى مدبول اجتماعا لمتابعة اجراءات وخطوات زيادة حجم الانتاج من المنتجات البترولية وكذا ما يتعلق باتاحة المخصصات المالية اللازمة لقطاع البترول بهدف توفير المنتجات البترولية خلال الفترة المقبلة وذلك بحضور وزير المالية احمد كوجوك ووزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي وخلال الاجتماع اشار رئيس الوزراء الى ان اللقاء يأتي في اطار الاجتماعات واللقاءات المستمرة التي يتم عقدها وتستهدف متابعة اتاحة المخصصات المالية اللازمة لقطاع البترول سعيا لتأمين وتوفير احتياجات البلاد من المنتجات البترولية لمختلف القطاعات الانتاجية والتنموية والخدمية التقى وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي لدى وصوله الى العاصمة ابو ضبي وزيرة الخارجية الامريكية نورة بنت محمد الكعبي حيث بحث الجانبان سبل تعزيز علاقات الاخوة والتضامن بين البلدين وكان السفير احمد ابو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة صرح بانه من المنتظر ان تشهد زيارة وزير الخارجية التباحث مع كبار المسؤولين الاماراتيين بشأن سبل تعزيز العلاقات ودفع اوجه التعاون الثنائي وتبادل الرؤاحية لمختلف التحديات الاقليمية التي تهدد امن واستقرار المنطقة كما سيلتقي عددا من رموز الجالية المصرية وبعض المستثمرين من دولة الامارات استشهد اربعة فلسطينيين على الاقل واصيب اخرون في قصف لقوات الاحتلال الاسرائيلي على مدرسة تأوي نزحين في حي الشيخ ردوان بشمال مدينة غزة وفي مدينة رفح الفلسطينية جنوبية القطاع استشهد واصيب عدد من الفلسطينيين جراء اطلاق قوات الاحتلال الاسرائيلي الرصاص الحي كما استشهد عدد اخر في قصف على مخيم النصيرات بوسط قطاع غزة افادت وزارة الصحة اللبنانية بمقتل ثلاثة اشخاص واصابة اخرين من الدفاع المدني في غارة اسرائيلية على بلدة فرون جنوبية لبنان واكد رئيس حكومة تصريف الاعمال ناجيب ميقاتي ان العدوان الاسرائيلي الجديد يشكل خرقا فاضحا للقوانين الدولية وعدوانا سافرا على القيم الانسانية فيما اكد وزير الداخلية اللبناني ان هذه الجريمة بحق الدفاع المدني يرفضها القانون الدولي وضمير العالم بدأت في الجزائر عملية فرز الاصوات في الانتخابات الرئاسية لاختيار رئيس للجمهورية لمدة خمس سنوات مقبلة وتنافس في هذه الانتخابات ثلاثة مرشحين هم الرئيس الحالي عبد المجيد تابون ومرشح حزب جبهة القوى الاشتراكية يوسف اوشيش ومرشح حركة مجتمع السلم عبد العالي حساني شريف ويحق لأكثر من 24 مليون جزائري التصويت من خلال 63 ألف مكتب تصويت تعهدت رئيسة الوزراء الايطالية جورجا ميليوني بدعم اوكرانيا بشكل راسخ بعد اجتماع مع الرئيس الاوكراني فلوديمير زيلنسكي بحث خلاله خطط اوكرانيا لانهاء الحرب مع روسيا وجهود اعادة الاعمار واجتمعت ميليوني مع الرئيس الاوكراني على هامش منتدى اقتصادي سنوي في ليك كومو بينما تستعد ايطاليا لاستضافة مؤتمر العام المقبل بشأن اعادة الاعمار في اوكرانيا اقضى مرشح الحزب الجمهوري لرئاسة الولايات المتحدة دونالد ترامب مؤتمرا انتخابيا في ولاية ويسكونسين وهي ولاية حاسمة قد تسهم في تحديد نتيجة الانتخابات في محاولة لتعزيز قاعدة من الناخبين الامريكيين من الطبقة العاملة والبيض في المناطق الريفية ويواجه الرئيس السابق تراجعا في نسبة التأييد له منذ دخول منافسة نائبة الرئيس الحالية ومرشحة الحزب الديمقراطي كاملا هاريس السباق الرئاسي هذا الصيف انتهى المجازو الاخباري والمزيد من الاخبار يمكنكم تحميل تطبيق اكسرا نيوز من خلال ابل ستور او جوجل بلاي او من خلال كيو ار كود الظاهر على الشاشة نشكر لحضراتكم طيب المتابعة هذه تحياتي عمر الشهاب في امان الله